ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يحفظ أمن واستقرار ومصالح شعوبه وهو الأمر الذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات حازمة تضع حدا لممارسات قطر التي لم ترتد عنها رغم كل المحاولات التي بذلتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وعنونت صحيفة الأيام أن جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه هو من أشد المناصرين لدعوات التكامل والوحدة والاتحاد بين دول الخليج بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامة وذلك انطلاقا من المبادئ العروبية التي يتمسك بها وما يتصف به جلالته من فكر قومي عروبي وحدوي يحفظ مصالح الأمة وكيانها وأمنها واستقرارها بدورها علقت صحيفة الوطن تحت عنوان خسارة استراتيجية لقطر ان الاستقواء بالخارج الذي لجأت اليه الدوحة كان للأجنبي والعدو ضد الشقيق الخليجي وبالمقابل فرطت قطر في خيار الاستقواء بالداخل وهو الاستقواء بمجلس التعاون الخليجي لذلك باتت الدوحة بسياساتها العدائية عبءا كبيرا على المنظومة الخليجية التي تأسست للحفاظ على كيان دولنا ونهضتها ولا يمكن القبول بمزيد من تبعات الاستقواء بالخارج من جهتها قالت صحيفة اخبار الخليج ان ترأس جلالة الملك المفدى بنفسه اجتماع مجلس الوزراء يعكس الاهمية البالغة التي توليها قيادة البلاد على ارفع مستوى بشأن القضايا المصيرية التي ناقشها المجلس والقرارات الاستثنائية التي صدرت عنه وابافت الصحيفة بعنوان امن البحرين فوق كل اعتبار قالت فيه ان امن واستقرار البحرين قضية وطنية مصيرية تعلو فوق كل اعتبار ومن هنا تصدرت هذه القضية قرارات المجلس برئاسة جلالة الملك وكان جلالته حريصا على تأكيد هذه الاولوية الوطنية القصوى وتوجيه مجلس الوزراء الاتخاذ قرارات واجراءات عاجلة تكفل دحر الارهاب وترسخ مكانة مملكة البحرين لتظل واحة امن واستقرار في المنطقة أيهاوان اشتركوا في قنقر اشتركوا في القناة شكرا